السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من قناة ايز انجليزي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلبة الطلبات الصف الاول الثانوي اهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة معاكم مستر طالبنة من قناة ايز انجليزي احنا النهاردة ان شاء الله مع يونت 14 part 2 الجزء الثاني وده الجزء الخاص بالgrammar exercises تدريبات على جزئية القاعدة اللي احنا اخذناها الوحدة اللي بعنوان around the world in 80 days حول العالم في 80 يوم تعالوا ان شاء الله نبدأ زي ما احنا متعودين بشكل مباشر مع دعاء المذاكرة اللهم اني اسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين والملائكة المقربين وان تجعل السنتنا عمالة بذكرك وكلوبنا بخشتك واسرارنا بطاعتك انك على كل شيء قدير وحزبنا الله ونعم الوكيل ونقول بسم الله اول جزء ان شاء الله من التدريبات اللي عندنا هي اسألة الاختيارات واللي جاية من students book والworkbook كتاب الطالب وكتاب التدريبات تعالوا كده نبدأ مع number one fix ده اسمه واحد fix thought اعتقد fog اني fog was the criminal انه هو المجرم space he was looking for طيب احنا قلنا الترجمة عامل مهم جدا مع ضمائر الوصل حضرتك دلوقتي بتقول fix اعتقد اني fog هو المجرم الذي هو كان يبحث عنه طيب يبقى الموضوع بشكل واضح جدا ان انا دلوقتي بعود عن the criminal او the criminal اللي هو المجرم فبالتالي انا دلوقتي محتاج شخص عاقل يبقى الكلمة الوحيدة اللي بتعود عن العاقل هنا هي هو يبقى انا متعبش نفسي وجهة نفسي في ان انا ادور وقارن ما بين كزا حاجة لا هي ما فيش غير واحدة دلوقتي اللي بتعبر عن العاقل لما يبقوا فيه اتنين انا اشاكك فيهم نبدأ نفكر ونشوف هل يترى مثلا فيه حرف جر هل يترى فيه جملة كاملة فيه فعل مباشر بعد الفراغ نبدأ هنا نشوف الجزئيات اللي عليها اختلاف الراجل اللي دفع اللي دفع طبعا جولي اللي هو جولي فرن اللي دفع المصاريف للمصاريف الدراسة طبعا جولي فرن كان والده فانا دلوقتي عايز اقول اللي دفع يعني الراجل اللي جاي في الاول ده هو الفاعل اللي انا بقول كده لاني هلاقي which وهلاقي whom وهلاقي where وهلاقي هو هلاقي هو وهوم فهبدأ اشك اني اللي اتنين دول بتوع العاقل طب اي واحدة انا بقولك الزمان هو الفاعل الرجل الذي دفع يبقى الذي يبقى خلاص فين بتاعة العاقل الفاعل مش المفعول به هي هو ده الاساس الرواية اللي خرجت وظهرت في عام 1873 كانت حول العالم في 80 يوم طيب الرواية التي ظهرت طيب يبقى انت دلوقتي بتتكلم عن الرواية الرواية فاعل غير عاقل الكلمة الوحيدة اللي تيجي من الاختيارات هنا غير عاقل تعالوا كده نشوف الاختيارات هو when where which خلاص ظهرت كده which هي الاجابة الصحيحة لاني معناها التي او الذي لغير العاقل وطبعا بتيجي بمعنى الذين اللي اتجمع احنا اتفعنا الwho which with that وهم كمان كلهم معناهم التي او الذين ده معناهم بشكل عام كل واحدة بقى لها استعدامات تانية ده اللي احنا اتعلمناه الحلقة الماضية number four the american الامريكاني مش عارف بقى wrote the old man and the sea اللي كتب العجوز والبحر was earnest hemingway earnest hemingway ده اسم الكاتب وده اسم الرواية طيب الامريكاني ده عاقل ولا غير عاقل ده بني آدم هو اللي كتب او يبقى الامريكاني الذي كتب حلو جدا تعالوا احنا محتاجين الذي للعاقل ويكون فاعل which who where when برضو ظهرت الاجابة كل سهولة who هي اللي معناها الذي للعاقل يبقى الامريكاني الذي كتب العجوز والبحر هو earnest hemingway او كان earnest hemingway number five charles dickens عندي كوما space was born in 1812 ولد في عام 1812 was a famous english writer كان كاتب انجليزي مشهور طيب انت بتعود عن charles dickens يا ترى charles dickens عاقل ولا غير عاقل عاقل فاعل ولا مفعول به فاعل who whom whose wind يبقى charles dickens الذي يولد في عام 1812 يبقى انت عايز الذي وعاقل وفاعل يبقى هو هي الاجابة الصحيحة تعالوا مع بعض نكمل باقي اسئلة الاختيارات في الاسلاد اللي جاي number six after seven days بعد سبعة ايام فض اسم الشخصية عندنا and and passpartout و passpartout برضو اسم شخصية عندنا arrive in swiss وصلوا في مدينة السويس دي اخر حاجة قبل الفراغ space they met fix هقول التي قابلوا فيها fix التي هم قابلوا fix ما فيش التي هم قابلوا فيها ما فيش فيها ما فيش حرف جر يبقى حيثما هم قابلوا fix هي دي باجابة من غير ما بص على الاختيارات which ولا where ولا when ولا that طبعا حيثما هم قابلوا ويبقى where هي الاجابة الصحيحة number seven jolie verne طبعا لو انا همطأها بالفرنش هيكون نطق مختلف تماما was born in nant ده اسم مدينة في فرنسا space يبقى ولدة في nant space is in the north of france تكون في شمال فرنسا طيب حضرتك هتقول برضو nant هي اسم المدينة اللي قابل الفراغ زي ما هنا مدينة السويس برضو قابل الفراغ الطبيعية مستر هنقول حيثما طبعا كلا نشوف jolie verne اتولد في مدينة nant حيثما تكون في شمال افراقيا مش راجبها دي طبعا كلا نشوف التي تكون في شمال فرنسا ناسف انه قلت افراقيا تكون في شمال فرنسا تمام يبقى التي تكون في شمال فرنسا ولا حيثما التي افضل والتي اوقع يبقى ولا which ولا هو ولا هو غير العاقل يا جماعة دي مدينة يبقى which هي الاجابة الصحيحة فرنسا مش افراقيا تاني بكرره number 8 someone space i enjoy listening to شخص ما انا استمتع للسماع اليه is my grandfather هو جدي طيب حضرتك بتستمتع بالاستماع اليه هو يعني هو دلوقتي المفروض شخص ما اللي انت بتستمتع بالسماع اليه يعني فاعله المفعول بس الاول طب تعالوا كيف نشوف هو اولا فيه هو لان انت بتقول grand father فانت عايز تقعد عنه سام وان شخص ما يعني بني ادم عاقل فهلي يترى فيه when who which whom مفيش هو ومفيش اللي بيعوض عن هو اللي هي that يبقى اذا انا بتكلم على المفعول به whom وهي فعلا الاجابة الصحيحة لان انا هنا جدي اللي انا بتكلم عنه هو المفعول به يبقى شخص ما الذي انا استمع إليه تمام كده فانا اعتبرت نفسي انا هنا الفاعل انا اللي بستمتع بالسماء إليه خلي بالك يعني انا استمتع بالسماء إليه طيب number 9 الكتاب اللي على charles dickens انت بتكلم في الاساس عن الكتاب مش عن charles dickens خلي بالك space my friend gave me اللي صديقي اعطه لي الذي صديقي اعطه لي خلي بالك is interesting كتاب شيق انت بتكلم عن الكتاب مش بتتكلم عن charles dickens خلي بالك الترجمة مثلك بقول الترجمة مهمة الكتاب اللي على charles dickens طبعا هو قصد شارلس dickens قبل الصراق عشان انت بكل سزاجة تقول هو لا طبعا انا هتكلم عن الكتاب فهقول الذي الاساس لغير العاقل الفاعل هو which افتبع اعجابتي كده بالشكل ده هي الاجابة الصح number 10 they have built a new school هما بنوا مدرسة جديدة next to the house بجانب البيت space I grew up طب بجانب البيت انت اخر حاجة البيت والبيت ده ما كان حيثما انا تربيت ولا ايه ولا الذي انا تربيت لا لو قلت الذي انا تربيت يبقى الذي انا تربيت فيه لازم اقول حرف جر رصب عني عشان اقول هنا which فانا مش هدر اقول which اقول حيثما انا تربيت grew up هنا بمعنى يكبر او يتربى عن اجابتي كده واضحة where is the right answer where هي الاجابة الصحيحة number 11 if i help you with your homework will you lend me the DVD هل هتسلفني الاستوانة space you boat last week هل هتسلفني الاستوانة اللي انت اشتريتها التي انت اشتريتها التي والتي لغير العاقل طيب يا which يا that صح كده who where who is that خلاص that هي اللي موجودة هي الاجابة جميل number 12 the man space اخر حاجة انت بتتكلم عنها قبل الفراغ هي the man وما فيش غيرها اصلا الرجل space wrote this poem اللي كتب الذي كتب القصيدة دي was from Alexandria هو من الاسكندرية خلاص انت بتتكلم عن شخص عاقل وبتقول لي الرجل يبقى who هي الاجابة الصحيحة لان انا عندي what ولا which ولا who ولا who 's طبعا تبقى الاجابة بتاعتي who هي الاجابة الصحيحة نكمل مع بعض باقي الاسئلة في السلايد اللي جاي من بداية السلايد دي هنبدأ الاسئرسيز الخاصة بكتاب جم اللي فاتح دي كلها كانت الفلسطيني بوك والوركبوك زي ما قلنا نمبر ثرتين this is the writer هذا هو الكاتب space won the first prize الذي فاز بالجائزة الاولى الذي للعاقل الفاعل هي هو موجودة موجودة هو who's وهم which فاعل وعاقل يبقى هو خلاص انتهى الموضوع هو هي الاجابة الصحيحة نمبر فورتين ساتلائت الأقمار الصناعية are devices هي أجهزة space orbit the earth تدور حول الشمس هي الأجهزة حيث ما تدور حول الشمس ولا التي تدور حول الشمس التي أنا مقتنع بها ما في البين التي لغير العاقل الفاعل في الأساس يا which يا that who whom where which عندي which خلاص بأجابتي إجابة صحيحة ووضحة نمبر ففتين رقم خمستاشر the student الطالب space are high مرتفعة is surely clever هو أكيد أو بالتأكيد زكي طيب زكي أو ماهر طبعا طيب يبقى الطالب الذي يعني هقول the student who exam طب إزاي هو exam الذي يكون امتحان ما ينفعش وقصة ما فيش يكون بس يعني لا يبقى الدرجات أو النتائج امتحانه آه يعني انت عايز الملكية تمام يبقى الملكية ما فيش غير كلمة واحدة هو ولا هو ولا وير ولا هوم هوس هي الإجابة الصحية يبقى the student whose exam results اللي نتائج امتحانه آه مرتفع خلي بالك شوف لما جيت استخدمته الذي امتحان مش نفع مش نفع يبقى مش شرط كل عقل يبقى هو ممكن يكون هوم كمان ممكن يكون هوس زي ما استخدمت هنا اللي نتائج اختباره يبقى انا عايز الملكية انا عايز الملكية نمبر سكستين we visited the village احنا زورنا القرية space قرية ده اسم مكان هنشوف دلوقتي my relatives love حيثوما يعيش اقاربي تمشي كده اه طبعا تمشي تمام يبقى when ولا which ولا where ولا who's طبعا اجابتي كده حيثوما where we visited the village احنا زورنا القرية التي اقاربي يعيشون ده كده معناها انا عايز اقول حيثوما اقاربي يعيشون او يعيش اقاربي اللي اتنين يبقى where هي الصح number 17 tourists like to visit Luxor السياح بيحبو يزورو مدينة الاقصر اه مدينة يبقى وير يا مستر ازبر ازبر تمام has many interesting monuments space has many interesting monuments تمتلك الكثير من الاثار الشيقة يبقى حيثوما تمتلك حيثوما يوجد فيها العديد حيثوما لديها العديد ننفعش حيثوما هنا مش هينفع وير بالرغم اني قبلها مدينة ولكن انا هقول السياح يحبون زيارة مدينة الاقصر التي بها الكثير من الآثار الشيقة يبقى كده تمام يبقى كده محتاج التي يبقى which ولا where ولا when ولا who's انت عايزة التي لغير العاقل وطبعا هي جاية قبل النقطة على طول او الفراغ على طول يبقى اقصد بها luxor ودي غير عاقل عشان كده بيقول which هي الاجابة الصحيح which has many interesting volumes بررغم شوف هنا village خلت وير هنا luxor تاخد which كده لازم نقول الترجامة مهمة جد number 18 I will never forget the day أنا عمري أبدا مهنسة اليوم space I met my wife الذي قابلت في الذي قابلت في زوجتي يعني which I met my wife ولا عندما قابلت زوجتي مدام اليوم وتمشي عندما تخلي الأولوية عندما يبقى where حيث ما قابلت زوجتي ولا when I met my wife ولا who I met my wife ولا which I met my wife لا أنا I will never forget the day أنا عمري مهنسة اليوم عندما قابلت زوجتي when I met my wife إني لو حضرتك حابب تحط which إحنا ما عندناش مشكلة بس هتحتاج حرف جرف الجملة دي لازم تحط حرف جر حتى لو المعنى بالعربي أحيانا بيمشي عشان كده أنا بنبهك برضو إن إحنا لازم نبقى مذاكرين القوانين لازم أعرف يبقى هنا أنا مش حدر أحط which I met my wife على فكرة المعنى بالعربي حتى ماشي لكن ما ينفعش يبقى الترجمة مهمة وكمان أنا أبقى أمزاكر كويس عشان أحط which هنا لازم أحط حرف جر في الجملة دي والجملة اللي مفيهاش حرف جر يبقى عندما لها الأولوية وهي الإجابة الصحيحة تعالوا مع بعض نكمل باقي الإكسرسايز بتاعتنا في السلايدي اللي جايه number 19 there is a butcher's over there يوجد محل الجزارة هناك space I like to get me أحب أن أحصل على اللحم ده بس اللي موجود طيب يبقى هقول هعوض أنا دلوقتي عن محل الجزارة ده بحيثومة تعالوا كده نشوف there is a butcher's over there يوجد محل الجزارة هناك حيثومة أحب أن أحصل على اللحم تمام حيثومة ماشي هنا جدا لإني خلي بالك أنا عندي ويتش عشان كده بحاول أخيارك ما بين ويتش ولا وير لأ حيثومة ماشي هيبقى هالإجابة وير هي الإجابة الصحيحة number 20 the teacher المعلم space activity is appreciated by appreciated by يعني مقدر أو حصل على تقدير من قبل a lot of people كثيرا من الناس has worked in this school اشتغل في المدرسة دي for 20 years المدة 20 عام طيب يبقى the teacher المعلم الذي أنا هقول اللذي بقى ببعنك بتقولي المعلم يبقى العاقل المعلم الذي النشاط ما ينفعش المعلم الذي النشاط يبقى ما ينفعش who's whom لا موجودة who's يبقى جابتي الصحيحة موجودة تمام جد يبقى who's لها الأولوية في الحالة دي والمعنى صحيح 21 علي is my friend with علي is my friend علي هو صديقي with space I usually go to school اللي معه هو أنا عادة أذهب إلى مدرسة آه اللي معه هو طيب يعني علي is my friend with طيب اللي معاه يعني عاقل طيب اللي معاه بقى حضرتك دلوقتي هو فائل ولا مفعول به ده أنا I usually go I usually أنا أذهب معه يبقى هو مفعول به آه يبقى علي صديقك الذي تذهب معه يبقى الذي أنا آه عادة أذهب معه إلى المدرسة عشان بس المعنى يكونوا واضح يبقى حضرتك عايز للمفعول به الذي للمفعول به ما فيش غيرها طبعا whom who which that whom هي الإجابة الصحيحة number 22 we all have to try to achieve all space we want طيب كلنا we all have to try كلنا مضطرين إن نحنا نجرب أو نحاول to achieve إن نحنا نحق all space we want كل ما نريده كل الذي نريده طب اللي إحنا محتاجينه ده إيه عاقل ولا غير عاقل لا طبعا غير عاقل تمام يبقى whom ولا who's ولا when ولا that واضحة كده خلاص غير عاقل أنا بممكن أستخدم which مش موجودة يبقى حل محلها that وهي إجابة صحيحة 23 the car 4 في عندك 4 هنا space I paid a lot of money is very high tech very high tech يعني high technology فيها تكنولوجيا عالية جد يبقى العربية التي أنا دفعت صح كده أو التي لها دفعت التي الغير العاقل تبقى that ولا who's ولا which ولا what طبعا انت ممكن تقول لي الأساس which صح كده طب وهتي تقول لي that هيتنفع إزاي يجيب لي الاتنين بقى ينفعون لا هقولك لاحظ أن في حرف جر for أنا ماينفعش أحط هنا that مفروض the car for which I paid اللي ليها أنا دفعت a lot of money فلوس كتير is very high tech يعني سيارة عالية التكنولوجيا طيب تعالوا كده نشوف باقي التدريبات في الاسلاد اللي بعدها number 24 Mr. Kamal Space في كومة على فكرة وفي كومة تانية خلى بالك Mr. Kamal Space has just arrived he's a famous politician politician يعني سياسي يبقى Mr. Kamal انت اخر حاجة عبدالصراف أصلا Mr. Kamal الذي لسه حالا واصل يكون سياسي مشهور طيب خلاص الذي للعاقل فاعل يبقاه موجودة بالفعل موجودة number 25 I admire the cat أنا أعشق القطة space here is brown شعرها بني التي شعرها بني بس خلي بالك التي شعرها ده ملكية مش التي على طول ترحتتلي التي تمام؟ غير انها انها أصلا غير عاقل وهنا ما فيش حاجة غير العاقل على فكرة تمام؟ فبالتالي التي شعرها اللي شعرها يكون بني يبقى أنت عايز الملكية موجودة موجودة آخر اختيار who's هي الإجابة الصحيحة طيب number 26 Oliver Twist space by Dickens is fantastic لا الجملة دي نقصة يا مستر المفروض أقول which which was written صح كده؟ which was written أنا معاك أنت صح بس دي حاجة موجودة يعني كspecial case كده لازم نبقى عارفينها أني في حالة أني ما فيش which وما فيش passive يمكن حسف which ويمكن حسف طبعا أنا أقصد أنا أقصد ليه which عشان Oliver Twist ده اسم قصة مش اسم البني آدم أنا أقصد بها اسم الرواية تحديدا فهقول التي كتبها أو التي كتبت بواسطة باي هاي اللي خلتني أعرفها التي كتبت بواسطة ديكنز قال لي في حالة أني فيه passive وفي which مثلا يعني كان فيه مش شرط طبعا which ممكن يكون أي relative pronoun أي ضمير وصل بس عشان أكون واضح يعني ففي حالة وجود ضمير وصل وحالة وجود جملة في passive جملة في المبني المجهول يمكن حسف الضمير لو ضمير الوصل who which that أي أن كان بقى ضمير الوصل يمكن حسفه ويمكن حسف verb to be إيه ده يعني أنت عايزة التصريف التالت بس أيوة أنا عايزة التصريف التالت فتبقى جابتي Oliver Twist written by Dickens is fantastic إجابة صحيحة وخلي بالك من رقم 26 تمام كده قلنا عندما يكون جملة موصولة فيها passive أنا عرفت منين يا مستر إنها passive by Dickens طيب يمكن have ضمير الوصل ويمكن have verb to be أحزف الثنين ضمير الوصل وverb to be اللي هيك اللي تم مفهود which was written حزفت which was وخليت written فقط وهي إجابة صحيح خلي بالك كمان من 27 space makes you a good student is discipline and hard work طيب space دي مش عارفين نحط إيه يجعلك طالب جيد هو يكون discipline الانضباط and hard work والعمل الجاد طيب أنت هتقول لي ما يجعلك طالب جيد هو الانضباط والعمل الجاد طيب ما دي يعني إيه بقى احنا ما أخدناهاش طيب مش رحتاش يا مستر طيب تعالوا كده نشوف which what why whose إيه وانا ممكن يبقى عندي why كمان آه طبعا لسبب بمعنى سبب خلي بالك هقول لهذا السبب أو بسبب استخدم why طب بس أنا مش عايز بسبب دلوقتي أنا عايز ما يجعلك طيب ما يجعلك يا سيز الفاضل لا هي which ولا هي who's تبقى what يعني ممكن مستر استخدم what في what ما يجعلك طالب جيد هو الانضباط والعمل الجاد طيب 28 isn't that school isn't that the school أليست هزيه هي المدرسة space your father works أليست هزيه هي المدرسة التي فيها يعمل والدك المفوض أقول كده بقى طب يبقى which تقول التي على طول which your father works ولا from which اللي منها ولا on which اللي عليها ولقات which اللي فيها آه طيب أنا كده هقف بس عشان أشوف مفروض دلوقتي دي مدرسة فالمفروض أحط where أصلا where مش موجود عشان أقول أليست هذه المدرسة حيثومة يعمل والدك حلو جدا مينفعش مفيش حيثومة يبقى أكيد في which طيب لأن كله أصلا في which طب which الوحدة ولا which زائد حرف غر لأن أصلا عشان ما تحط where يبقى أنت هتحط which بحرف غر صح كده جميل طيب المدرسة بقى تاخد from ولا تاخد on ولا تاخد at هبوس لنفسك بتتصالح مع نفسك وتقول طبعا بكل أريحية at صح at which your father works إجابة صحية number 29 the house space overlooks the sea is care البيت هقول حيثومة يطل على البحر يكون ملكي الكريم ولا البيت اللذي يطل على البحر لا طبعا اللذي يطل على البحر هو ده الصح يبقى هو اللوير واللوين والذات طبعا الذات هي الإجابة الصحيحة اللذي يطل على البحر تعالون استكمل مع بعد باقي in exercises في اللي سلايد اللي جاية number 30 I welcomed all my neighbors أنا رحبت بكل جيراني space visit pleased us so much طيب أنا رحبت بكل جيراني زيارتهم أسعدتنا so much كثيرا يبقى أنت بتقول زيارتهم دناون يبقى هتقول هو visit ما ينفعش هو دي الذين كذا وأقول بقى الذين ايه أقول الذين زارونا مثلا هو visited us لكن انت بتقول لي visit زيارتهم يعني أنت عايز ملكية يبقى that visit ولا who's visit ولا where visit لأ اللي زيارتهم هم ملكهم who's هي الإجابة الصحيحة هنا 31 the house space I built cost me a lot of money المنزل الذي بنيت ولا حيث ما بنيت ما فيش حدث جوه البيت لأ انت بتقول لي الذي بنيت المفروض شيء لغير العاقل لأن البيت غير العاقل فأنت تقول الذي where ولا this the most critical situation هذا هو أكثر موقف محرج ده معناها موقف محرج critical situation space I faced all my life هذا هو أكثر موقف محرج أنا قابلت في حياتي I faced all my life يبقى هذا هو الذي أنا قابلت في حياتي صح أنت تقول الذي على الموقف يبقى هذا هو الموقف الذي أكثر إحراجا أو هو الموقف الأكثر إحراجا الذي أنا قابلت في حياتي هي كده الذي لغير العاقل يبقى when ولا هو ولا what ولا that ذات هي الإجابة صحيحة هذا هو أكثر موقف محرج الذي قابلت في حياتي that I faced أو الذي واجهت قابلت أو واجهت لك صح number 33 the woman space the green blouse is my sister-in-law الأول أنا عايز أعرف يعني sister-in-law sister-in-law لو أنا أتكلم على شخص مذكر يعني أنا مثلا كمستر طه ما أقول my sister-in-law أو she is my sister-in-law يبقى أخت زوجتي أو زوجة أخوية تاني هقولها أنا كمذكر كمستر طه ما أقول she is my sister-in-law sister-in-law يعني معناها زوجة أخوية أو أخت زوجتي والتنين محرمين علي تمام اللي اتنين محرمين علي لازم الزوجة تموت الأول عشان حالك تقدر تتجاوز أختها أو لازم أخوك يموت الأول عشان حالك تتجاوز زوجته بعد ما هو يموت تمام فإسم my sister-in-law لو حضرتك أخدناها على المؤنث تعالي بالنسبة حضرتك أنت كمؤنث تبقى أخت زوجك اللي أنت طبعا مش بتحبيها تمام هو مرات أخوك برضو زوجة أخوك الله أعلم بقى أنت بتحبيها ونش تحبيها لكن أخت زوجك أنا متأكد ماشي لكن زوجة أخوك بقى دي بتاعتك أنت أنا معرفش أنت وعلاقتك المهم يبقى دي اسمها sister-in-law دي اسمها sister-in-law تعالوا بقى نشوف الجملة عشان نجيب بسم الآخر the woman السيدة التي ترتدي مفروض بقى صح green blouse blouse طبعا هي blouse أو blouse اللي اتنين صح green blouse يعني blouse خضراء is my sister-in-law قلنا زوجة أخويا مثلا هي تكون زوجة أخويا طيب يبقى مفروض أقول who is wearing التي ترتدي مفيش هنا who is wearing قلق يا طبعا قل لي يا جوس في الحالة دي حسف هو وحسف برضو verb to be وحضرتك تجيب لي الجيرند الفعل اللي متضفله i-m-g يبقى وتقول لي the woman wearing خلى بالك بقى من القادة دي برضو يبقى the woman wearing the green blouse is my sister-in-law يبقى who is wearing صح وانا انا اقول من غير who is حزفته حزفت verb to be برضو حزفت verb to be وجبت الجيرند اللي هو الفعل بس اللي متضفله 34 this is the laptop space yara owned and gave me to finish my work هذا هو اللابتوب هذا هو الكمبيتر المحمول الذي يارا تمتلكه وأعطته لي الدتهولي to finish my work لكي أنهي عملي طيب يبقى اللابتوب الذي يارا هذا هو اللابتوب اللي هي الدتهولي فأنا هنا دلوقتي عايز أعوض عن شيء غير عاقل وعايز المعنى الذي الذي يبقى which ولا who's ولا for which طبعا which هي الإجابة الصحيحة تعالي شوف تدريبات الامتحانات السابقة number 35 fix thought fog تبدو أن الجملة مكررة لكن مش هي لأننا هنا عندي فوق هو المكرم اللي من أجله الذي هو يبحث عنه بس هو جاب لي هنا حرف الجر طيب يبقى الأول بس مين اللي بيبحث عن مين فكس ولا فج فكس هو اللي اعتقد ان ده فج اللي هو بيبحث عنه ففج ده مفعول به ده أول حاجة ده لازم أبقى عرفها طيب خلاص بما ده مفعول به وعاقل يبقى أنا أعايز هوم الإجابة سهلة وبسيطة يعني مش صعبة ولا حاجة فور دي مش هتعمل يعني عاقبة ولا حاجة هي فكس ثوت فج فكس اعتقد فج فكس هو الفاعل فج هو المفعول به وز دي كرمينا إني فج هو المجرم اللي هو كان بيدور عليه فور هي فور هي وز لوكين فور طبعا فوردس بيس يبقى فور هوم خلصت بكل بساطة تعالوا نكمل باقي أسئلة الامتحانات السابقة 36 في قوة هنا وفي قوة هنا خلق لبعلا قملة غير معركة جملة غير معركة جد في المانيا ساملوت 2018 الأسكندرية حيثومة يكون مشهورة جدا لا ما تنفعش حيثومة عشان أنا بس ما كان فدايما بشك في حيثومة طب بقى الأسكندرية التي تكون مشهورة بالسياح توجد في شمال شمال مصر حشان بس نبقى وضحين مش شمال القائرة ويصد بها شمال مصر كلها عموما يبقى لأن هذه الإجابة الصحيحة تبتقول لي تمام 37 عايزة أقول له اللي انت قلته لي ما قلته لي صح كده لا يمكن أن يصدق جاءت برضو في بنسوية في الوسطى 2018 يبقى هو ولا which ولا that أقول which you told me can be believed أنا بقول ما أخبرته لي ما قلته لي ما أخبرتني به لا يمكن أن يصدقي بقى what لسه أخدنها من شوية تمام number 38 أسوان is the city أسوان هي المدينة space I like to live in حيثوما أسوان هي المدينة حيثوما I like to live in ولا التي أحب أن أعيش فيها حيثوما أحب أن أعيش فيها ولا التي أحب أن أعيش فيها أخلي بالك في حرف غر أوع أيوة أصلي حيثوما تمشي حيثوما أحب أن أعيش فيها لا حبيبي في فيها في كلمة إن دي جات في سوهاج جهينة 2018 ما ينفعش ما ينفعش أقول إن يبقى مدام في إن ما ينفعش أقول where حضرتك عايز تحط where ما ينفعش أقول إن في إن ما ينفعش أقول where عشان بس نجيب من الآخر يبقى هنا which برضو لأن هلأ أتعوض عن أسوان اللي هي غير عاقل أسوان is the city which التي I like to live in التي أحب أن أعيش فيها يبقى حرف الجر خلي بالك عمل زي الجرس كده بالنسبة لك يقول لك لا ما ينفعش تحط where 39 the man الرجل space I met for lunch yesterday لأنا قبلته مبارح for lunch على الغداء was an old school friend كان صديق مدرسة قديم أو صديق دراسة قديم دي جت في الغربية قطور 2018 طيب الرجل اللي أنا أنا قبلته يبقى الذي عاقل وأنا اللي قبلته أنا فائل هو مفعول به يبقى اختمت خلاص عرفت كده أولا ما فيش هو للفاعل فهي هوم هي اللي موجودة فتبقى هي الإجابة ولكن برضو من غير ما بص برضو من غير ما بص أنا حللت الجملة وتوصلت الإجابة من غير ما بص على الاختيارات number 40 the waitress الجرسونة اللي هي البنت اللي بتقدم الطلبات النادلة space served us was polite عايز أقول التي قدمت إلينا الطعام مثلا was polite كانت مؤدبة دي جات في الغربية بس يون 2018 طيب أنت بتقول لي waitress النادلة الجرسونة ودي طبعا عاقل بني آدم يبقى التي وفاعل آه فاعل يبقى هو هي الإجابة الصحيحة لأني أنا عندي هو whom who's which لأ طبعا كده هو هي الإجابة الصحيحة دي كده تقريبا كل الاختيارات اللي عندنا تعالوا مع بعض نشوف fill in the space question 2 fill in the space طبعا احنا آيلين أكمل الفراغات دي بنحلها ازاي قلنا المفهود أن أنا أقرأ القطعة كاملة وأنا بقرأ لو لقيت في حاجة ينفع أقدر أجاوبها وبعدين أرجع لها راجع أشوف إجابة صحيحة ولا لا ما عندناش مشكلة ده الصح أنك المفهود تقرأ قطعة كاملة عشان تقدر تفهمها وبعدين ترجع تحل لكن في وسط القرية لو أنت متأكد من إجابة أو حسيت أنها تنفع حطها وبعدين يرجع تاني لما تقرأ من الأول تقدر تجاوب بشكل صحيح اسمحون لأ بقى أن نحن نجاوب بشكل مباشر القصة بتبدأ في نادي في الثاني من شهر أكتوبر 1882 عام 1882 فغ سبيس is a rich man فغ الذي يكون رجل غنيب أخلاص هو للعاقل فاعل وعاقل كان عندو قدال مع صديق عن كيف قدال مع طول المدة لممكن تاخدها من نوهم عشان يسافر حول العالم فغ سبيس صديق فغ لا تؤمن مكان شم سد سبيس فغ حس طول اللي فغ الهول اللي فغ وما كان شم سد ما قال له فغ ده اللي عايزين نقوله ما قال له له احنا لسه متعرضين من شوية لسه متعرضين له من شوية وان what فغ has told him فوات تبقى هي الإجابة الصحيحة فغ leaves لندن with his servant فغ ترك لندن مع خادمه who is have to return وهم مطرين انهم يعودوا to the same time at the same time في نفس الوقت after 80 days بعد 80 يوم at the same time بعد 80 يوم بعد 7 days بعد 7 أيام they reached Swayze وصلوا قناة السويس أو منطقة السويس لاني كان ساعتها لسه ما فيش قناة السويس وسلوا مدينة السويس space they مت هقول بقى حيثما قابلوا فيها رجل لان ده هنا مكان حيثما قابلوا هم قابلوا meet a man called fix يبقى where where they meet حيثما يقابلون رجل اسم fix fix is a policeman fix هو رجل شرطة space thinks that fog is the criminal he is looking for fix رجل الشرطة الذي اعتقد أو الذي كان يعتقد يعني that fog is the criminal هو المجرم he is looking for الذي يبحث عنه يبقى الذي للعاقل يبقى fix هو رجل الشرطة الذي وقلنا عاقل يبقى هو هي الإجابة الصحيحة number two traveling is the thing السفر هو الشي space can benefit you more than any university course الذي من الممكن أن يفيدك أكثر من أي دورة جامعية الذي ممكن حط ذات حلو بردو تمام you can learn about the culture أنت تقدر تتعلم عن الثقافة of the country بتاعة البلد you visit اللي أنت بتزورها if you travel لو أنت سفرت you will not only learn about foreign cultures أنت مش بس هتتعلم عن الثقافات الأجنبية but about your own as well هتتعلم كمان عن ثقافتك أنت you will notice the culture differences هتبدأ تلاحظ الاختلافات الثقافية ما بينك وما بين البلد اللي أنت بتزورها and will find out وهتكتشف space makes your culture unique اللي بيخلي الذي يجعل ثقافتك أو ما يجعل ثقافتك فريدة and will find out وهتكتشف ما يجعل يبقى what makes your culture unique ما يجعل ثقافتك فريدة after returning from a long travel you will see your country with new eyes during the traveling you will meet people مختلفين جدا هتقابل الناس الذين يكونون مختلفين عنك جدا لأن very different يبقى الذين وعاقل يبقى who are very different from you those space culture دول أو هؤلاء الذين ثقافتهم is not the same as yours اللي ثقافتهم مش زي ثقافتك انت عايز تقول اللي ثقافتهم يبقى اللي ملكهم ما عنديش غير واحدة بس لملكية those whose culture اللي ثقافتهم is not the same ليست مثل as yours ثقافتك تعالوا كنا نكمل لسه في واحدة كمان fill in the space number three many people called جولي verne the father of science fiction الكثير من الناس يدعو أو يسم جولي verne أبو science fiction اللي هو الخيال العلم verne was born in 1828 verne اتولد في عام 1828 he grew up in a port تراعرع في ميناء space is called نامت in north northern france في شمال فرنس ما عنديش في شمال أفريقيا تمام يبقى he grew up in a port هو تراعرع أو تربى في ميناء حيثو ما يسمى ولا الذي يسمى الذي غر عاقل يبقى ويتش الذي يسمى نامت in northern france في شمال فرنس كان دايما مزدحم بالسفن آتية وذاهبة نقص بيه طبعا الميناء this may be ذلك ربما space jolie became interested in travel and exploration ذلك ربما السبب ممكن السبب اللي جعل jolie مهتم بالسفر وا exploration يعني الاستكشاف يبقى this may be why لذلك عشان بس اني بعرفين هذي جديدة ما تكررتش قبل كده ف this may be why ذلك ربما سبب ان jolie اصبح مهتم بالسفر والاستكشاف his stories القصص بتاعته at space he talked a lot about travel where a great success قصصه او رواياته بس طبعا هنا قصصه at اللي فيها he talked a lot about اتكلم فيها كتير about travel عن السفر where a great success كانت قصص كلها ناجحة كانت قصص نجحة نجحة عظيم وكان الشيء ده ناجح بشكل رائع يبقى اللي فيها هو كتب اللي فيها which at which اللي فيها هو كتب عن السفر كثيرا عن السفر the time الوقت space I have free time الوقت عندما اكون عندي وقت فراغ I will read some of his books هقرأ بعض من كتبه طب the time انت بتتكلم عن the time وتمشي هنا when بشكل عادي جدا the time when I have free time عندي جملة كاملة بعد when مفيش حرف جر فمشي بشكل عادي جدا the time when I have free time الوقت اللي هيكون عندي فيه وقت فراغ I will read أو عندما يكون لدي وقت فراغ I will read some of his books سأقرأ بعض من كتبه هنا بنكون وصل لنهات حلقتنا ياريت ما ننساش لايك وشير وما نحرمش الغير لايك وشير وما توقفش الخير لو حضرتك أو حضرتك مش مشتركين في القناة يسعدنا اشتراككم وانضمامكم لقصة القناة ياريت كمان ما ننساش نفعل زر لدرس لاني مع تفعيل زر لدرس بيجيلك اشعار مع نزول كل حلقة جديدة فبتكون قادر تتابع معنا اول بقو الناس اللي تحب تبحث عن حلقاتنا على اليوتيوب تقدر تستخدم الكلمات المبينة الاقواص دي في البحث بتاع يوتيوب هتكتب ايز انجليزي اولى ثانوي هتظهر لك كل الحلقات الخاصة بقناة ايز انجليزي والخاصة بمنهج الصف الاول الثانوي على الشريط اللي تحت بيظهر اللي باسم ايز انجليزي مستر طالبنة يسعدنا انضمامكم للجروب وللصفحة عشان برضو تكونوا قادرين تتابعوا معنا اول باول بنحط بصطات مهمة خاصة باللغة الانجليزية بنحط كمان لينكات الحلقات يسعدنا زي ما قولنا انضمامكم واشتركوا في الجروب وفي الصفحة اتمنى يا رب ان انا يكون قدرت اساعدكم النهاردة كان معكم مستر طالبنة من قناة ايز انجليزي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة